حصرياً على تين تايم قالت السلطات أن المدعوة ماريانا أراجون هي المسؤولة الوحيدة عن المجزر الكبيرة التي حدثت ليلة البارحة بمنطقة نارا فاتي وقد وصلوا إلى هذه النتيجة بعدما وجدوا كمية كبيرة من المخدرات وسيتم التحقيق معها من قبل الجهات المختصة ليش هيك عم بيقولوا؟ هل حكي كلهم كذب سديني؟ أليخاندرو هدول كلهم كذبين بحياتي ما أخذت مخدرات ولا حتى تعاملت فيها ليش هيك عم يحكوا عني؟ صدقك بس هلأ لازم نكسب شوية وقت حتى نسبة براءتك أكيد الشرطة بتكون جاية لهون على المستشفى هلأ ليش هيك عم يحكوا ما عم بفهم؟ شو عم بيصير ليش هيك عم بيقولوا ما عم بفهم شي أليخاندرو تعي تعي معي هلأ بسرعة تعي تعي بسرعة مريانا ما بتتخيلوا قديش زعيث عقيلينة كانت كتير لطيفة حتى كانت تحكي عنكم وقالت إنه عنده أحسن أهل بالعالم الله يرحمه شكرا إحدي هلأ وسمحتي سمعت الشي عن بنتي مريانا؟ ما بعرف شي عنا أبدا اترجاكي أنا لازم شوفها ما بعرف اشتعتلي كتير وما بتتخيلي قديش ناطر على النار ليصير عرسك وأنا كمان أكيد عم تعدل إيام سيدي سو عم تعمل هون آسف لأني إجيت عبيتك بس لازم خبرك بشي مهم عرفناه عن جديد بس يا ابني أنا ببناقش أمور الشغل هون بالبيت بعرف سيدي بس صدقني الموضوع مهم بقربكون هاد اي بس شوفي هاد حبيب البنت اللي كانت رح تموت الناجية الوحيدة من الجريمة عفوان سينيوريتا هون قسم الرنين المغناطيسي اي كيفيني ساعدك المريضة ماريانا أراجون هي هون شي ماريانا أراجون هلأ دورة كنا عم نستنىها لتجي على القسم بس لسه مأجي اوكي ليكي اجت المريضة ماريانا أراجون لهم ماريانا أراجون لا ليكي بطريقي شفت الدكتور مع المريضة ممكن هلأ هي بغرفتها بعتقد هي هي بتوقع اللغولة الجلسة عفوان على غلاصتي انتي وين شفت يوم بآخر المملة اليمين شكرا شرف عزبتك صاروا لغين اليوم اكتر من جلسة بس وير شكرا